ماذا سنفعل في هذه الكارثة؟ ما المشكلة؟ إنها بقرة لطيفة ألا تحب اللعب معها في مزرعة الجدة؟ نعم ولكنها ستشغل الحديقة ولن نستطيع اللعب فيها كما نريد كما أقول لكما ما أن أنادي عليها وأقول يا كوكي يا كوكي حتى تأتي إلي في أي مكان من شدة تعلقها به تماما مثل ميشو مياو ولكن البقرة لن تقفز مثله كوكي؟ لا فهي لا تستطيع أن تقوم سماع صوتي إلا وتأتيني على الفور لا يهمك يا أمي فقد سنربطها في الشجرة حتى لا تقتحم البيت مجددا حسنا معقول لا بأس به أرز الشعلان مذاقه فتان ماذا يحدث؟ هل دخلت كوكي المنزل مجددا؟ لا ولكن صوتها في الحديقة مزعج جدا ماذا تفعل؟ سوف أتصرف لقد اختفت كوكي كيف هذا؟ لقد ربطتها بنفسي جيدا هل قطعت الحبلة وخرجت من الحديقة؟ ولكن كيف فتحت البوابة؟ كوكي كوكي لا أثر لها في الحديقة كلها قلبي ستوقف من الحزن كوكي كانت بالخارج طوال الوقت مع أنني سرت بها لشارع بعيد ماذا؟ ماذا قلت؟ أنا لم أقل شيئا لقد اعترفت يا خالد لماذا فعلت هذا؟ كانت تزعجني طوال الليل بصوتها غير أنها حرمتنا من اللعب في الحديقة هذا لا يبرر تصرفك الخاطئ بقرة الجدة أمانة عندنا بدلا من أن تحزن الجدة كان يجب أن تدخر السرور على قلبها فهذا من صلة الرحم يا خالد واحترامي الكبير معكي حق يا أمي آسف يا جدتي تصرفت تصرفا خاطئا أنا أيضا أخطأت بإحضارها إلى هنا ولكنها متعلقة بي كما ترون لكني سأعيدها للمزرعة اليوم يا لها من مسكينة علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع